اشتركوا في القناة 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 تمر الايام والعبارة تتكرر مع كل سبرة خلص الترم الدراسي ويبدأ ترم دراسي والحال هو الحال غرفة المعلمات ايش اسرار شرح الاكل وراها واش رأيين نفتصين وكيف نبت تصحيح من داخل هالغرفة ولمناقشة هذا الموضوع تنضم معنا اخصائية تغذية العلاجية استاذة امال كنانا اهلا بك يعني غرفة المعلمات كأننا دخلين مغارة علي بابا من ناحية الاكل حدك ولا حرج يعني اشكال والوان بس حلوة تفتح المشكلة مو بالمدرسة المشكلة مو بالمدرسات المشكلة ان المدرسات بينقلوا هذا الشيء للطالبات الآن صار في كثير من الطالبات تقولك ان احنا في الجامعة لازم نجيب الاكل حقنا لازم نجيب الاشياء حقنا زيهم زي المدرسات فهي قدوة كانت لها هذول الطالبات ونقلت نفس الموضوع نفس الثقافة ونفس الوجبات ونفس الاكلات للطالب وشعادات الغذائية وتمكن ان درسات بيقولوا احنا بنقضي يوم طويل وبنتعب مع الطالبات احنا نستاهل اننا ناكل ولازم ناكل ونشبع عشان نقدر ندي انت حضرتك خصائية في التغذية العلاجية ايش الاكل المناسب للمفروضة الاب لا تاكله او المدرسة تاكله ويفيدها طولة اليوم بحيث انه ما تكون هذه هي طاولة الطعام اللي مليانة اكل هو شوفي هي يعني امنة بتهيألي انها بدأت في موضوع انه كل واحدة بتجيب كانت الساندويتش حقتها اغراضها الخاصة وتاكلها بعدين بدأ الموضوع انه ليش اجيب انا ساندويتشتين ثلاثة اربعة عشان نتشارك الموضوع صار ليش ما اتفنن اكثر باشياء ثانية او اضوض من فولي لا لا هذا الفول عند الرجال النساء اكبر وكثير من فول ايش الاكلات اللي يأخذونها عادة عادة يعني زي لما كانوا كنت تكلم قبل الفاصل على موضوع الورق العنب والمحاشي والمعجل هذه ايس وصلت لها المرحلة اللي درجة انه احيانا ممكن تلاقي بوفي كامل الفكرة هنا هي مش بالاكل يعني الحمدلله نعمة وفضل وكل شيء تمام ما عندك مشكلة العاقية عليهم بس المشكلة بكميات الأكل اللي الجاسين يأكلوها طبعا هي ما تقتصر على بس هذا الشي يعني ممكن يأكلوا او خلينا يتقهوا الصباح مع الحلة اكي بعدين يبدأوا على الساعة تسعة موضوع اللي هي وضع الطاولة والرعاة تمام على الساعة اثناعش يتكرر هذا الشيء مرة ثانية هترجع على البيت هترجع تاكل مرة ثانية طبعا المشكلة هنا صار عندنا كميات من الأكل جالسة تخزن في الجسم مهما بالذات مهما كانت يعني انت اش قلتي هما بيجلسوا وقت طويل مالش مين اللي بيجلسوا وقت طويل أطول الطبيب ولا هو اللي في المستشفى بيجلس من الساعة ثمانية للساعة خمسة اوكي هو يا دوبك يلحق وجبة اللي في المدرسة الساعة واحدة بالكثير بتكون ماشية بيتها طيب ما هتحتاج هالكمية من الأكل عشان توفر طاقة للمجهود اللي هي بتسويه مجهودها هو يعني اوكي ما حنقول ما عندها مجهود طبعا عندها مجهود ويعطيهم العافية بس ما بيحتاجوا كمية الأكل بلاكس انت عارفك كل ما زدتي كمية النشويات في الأكل كل ما صار عندك خمول أكثر وهذا اللي بيصير معنا في رمضان احنا في رمضان لما تيجي تأكل الوجبة حقتك تلاقي نفسك بعد الفطور مو قادرة تتحرك سمبوسة سمبوسة على التمر على الروز على كل شيء فهذا طبعا أنت ليش صار معاك هذا شيء لأنه كميات من السكر دخلت على الجسم بكمية كبيرة جدا فطبعا الجسم ما حاول أو ما قدر يتخلص منها فصارت عملية الخمول هي هي نفسها اللي هي بيسووها الآن المدرسات عندما هي بتأكل كل شوية يعني حلة طبعا أنت فيه سكر جينا على بعدين حتاخد خبز أو معجنات ففيها سكر لأنه بالأخير هذا يتحول إلى سكر لا يجربون وصفات بعض يعني يا عمل في الليل على إنستجرام مطلعين أنواع الوصفات وهذه يطبقونها في البيت ويجون يجربونها في بعض ويتشاركون فيها طب يوزع على الطالبات بس أنا عندي سؤال إيش مسمى الوجبة؟ هي فطور أو ما بين الفطور وغدا؟ أو فطور متأخر إيش اسمها هذا وجبة؟ فطورين بين الفطورين؟ هم بيت هيادي بيأخذوا ثلاثة فطور صح بين الشوطين؟ ليش مسمى المفطة؟ ثلاثة فطور ترجع البيت في غدا؟ أي طبعا لازم الغدا وممكن يعني تأجل شوية الغدا إلينا المغرب عشان هي هتنام طبعا فهتصحى من النوم هتأكل أو هتأخذ الحالة مرة ثانية مع القهوة بعدين هيبدأ الشغل حق الأكل مرة ثانية في الليل في الليل؟ يضرها أو ما يضرها؟ عشان هيا نحن كلنا هنا مجزع للأكل بالعقل مية ثم مية حيضرها مهما كان إحنا مندخل كميات أكل مهولة أنت كده حطي في خيالك يعني خلينا نقول أنت أخذت الصبح قطعتين حلة وبعدين أخذت أربع حبات معجنات بعدين أخذت ثلاثة ورق عينا بتلاثة كوبة مثلا فأيدي تخيل المعدة كم هي جاسة تهضم من هذه الأشياء بوجبة وحدة اللي هي فترة النهار بعدين دخلت بعد كده على أشياء أخرى خلينا لو نقول هي الحمد لله صحتها كويسة وما عندها وزن زائد ولا ضغط ولا سكري ولا جايبين لها العصب الأطفال في المدرس ما عندها شي سليمة تماما بس هي جاسة إيش تسوي تخزن إلى ما بعد ذلك لأن المرأة دائما بعد الخمسة وتلاثين سنة من عمرها كل شي في حياتها بيتغير كل شي في جسمها بيتغير العضلات عندها بتنقص كل سنة واحد في المية فطبعا هي عملية نكس العضلات هذا تكون بداله دهون دهون فزاد الوزن كمية الأملاح اللي جاسة تأخذها من الأكل اللي قلت عليه المخترعات هذه أغلبها بيكون فيها نسبة ملح عالي صار عندها الضغط ممكن يصير في عندها بعد انقطاع الدورة نكس الكالسيوم كلها بتيجي من أثر هي إيش سوت قبل يعني للأسف إنه معلش هذه المدرسة إحنا محتاجينها في الكبر يعني مو ضروري هي بس تأكل في الصغر أهلها محتاجينها مو مشكلة أهلها محتاجينها يا أهلها محتاجينها وبعدين معرفة الموضوع انتشر على ما بعد المدرسة يعني صار مو بس المدرسة حتى الموظفات يعني الإداريات كله بيشتغل نفس الشيء الموظفات الشركات الخاصة ما رح نكون بمدرس نفس الشيء بالمونات نفس الشيء بالمونات بكل مكان يعني صار الموضوع عدوى تقاطع ما انتشرت سلبية طيب أمل اسمحيلي طبعا والجميلات فاصل قصير ونعود موسيقى 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 أهلا وسهلا مشاهدينا ورجعنا مرة تانية ونتكمل معاكم نفس الموضوع غرف المعلمات طيب مع دكتورتنا وجميلتنا اليوم الخاصطيه السلامة الكريمة أنا أبغاك دحينتي في السريني دور المعلمات يعني اللي بيدرسوا لغات أو مواد علمية مو يمكن يكون سبب استنفاذ الطاقة في شرح الدروس وكذا يعني في الفصل 45 دقيقة الحصة الحين فما أدري إذا هي تغيرت أو لا فالخمسة وربين دقيقة هي واقفة وبتشرح مادة علمية سواء كانت لغضيات مستيزيا كيميا أو أي لغة تانية مثلاً إنجلش أو فرنسي فما تحسين هم ممكن لأنه بيستنفذوا طاقة بيروح مثلا بعد ما يخلصوا الكلاس على طول مثلاً أنت رحتنا قريق لها كم حبة كده يعني تفرغ وتعبي ما ينقصها طاقة طب هو الطالب مش بيستوعب كمان طالب أكيد بيجوه طاقة طب ما هو جالس ما ما أكر أنا أخلي دائما في كيس شبس في الدور شكنت والله بعد ما تخرج طالب غير مثال يعني والله العظيم تركه الطالب مرة متعب يعني عموماً كلهم ما حد بيأكل وهما جاسين يستوعبوا شوفي هي في الآخر الطاقة هذه إحنا عندنا 70% من الأكل بيروح طاقة للدماغ أكيد لأن الدماغ محتاج إلى طاقة عالية جداً يستهلكه ويحرقه؟ 70% من الأكل من الطاقة التي تخطينها عساساً أنه كطاقة هتصرفيها 70% منها بتروح للدماغ يستهلك الدماغ ويحرق بنفسه بالضبط لأنه أنت أساساً عندك الدماغ هو مركز إحنا نسميه مركز كهرباء يعني كل الإشارات عشان تتكلمي عشان تفكري عشان تسوي من هنا فهو لازم يكون في عنده الطاقة الأكبر طيب إذا عندي أنا المعلمة جالسة الطاقة أو تصرف الطاقة بعملية الشرح والأشياء هذه والطالب جالس يستوعب هذا الشيء وكمان بيحتاج نفس الطاقة هذا مستوعب وما عنده مشكلة جالس كل اليوم بيستنى من كلاس يعني من صفحة الحصة عندهم ريسز عندهم بريكات عندهم خمسة دقائق في خمسة دقائق صلاة نساعة والفسحة خمسة أربعين وعندهم بين الحصص لكن ما حياكلوا بين الحصص يعني يا دوبك إذا حتى شربت موية كثر الله خيرهم فهذا الشيء ولا يأخذ الشيبسي حلاتك شيبسي يا جماعة كده على طول أضرب الكسور لا 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 فتعلمي من أولا وكلا تقدر تجلس بدون أكل وهذه ممكن تقدر تدلس بدون أكل لأن هي مو محتاجة هذه كميات من الأكل هي محتاجة إلى شرب وليس أكل يعني محتاجة إلى شرب موية كثير عشان يعطيها نسبة الأكسجين العالي لأن تعرف الموية أساسا هي أشياء عبارة عن هيدروجين وأكسجين فالأكسجين هيعطيها الكافي أنه هي تشغل موضوع الدماغ بطريقة أفضل لكن الأكل هيعطيها الطاقة اللي هي مش محتاجتها الطاقة المسمية الخاملة اللي بتعملها خمول فما محتاجين هذا الشيء بالعكس عشان كذا أنا ضد فكرة إيش ممكن تحت الأمل المعلمة يعني في خلال فترة الدوار أول شي الصباح إحنا دائما ننصح قبل لا تطلع من البيت لازم تاخد حبة فاكة أو مثلا كاس حليب أو ممكن اثنين مع بعض يعني مثلا تاخد التمر مع حليب أو التمر مع لبن هذه وجبة كاملة تعطيها طاقة على الأقل لمدة 3-4 ساعات بعد كذا بيجي اللي هي وجبة اللي هي من أننا نسميها رفع الطاقة مرة ثانية بتكون طبعا ساندوش إيش من كان داخله هي طبعا أشي من عائلة الكربوهايدرات أو من عائلة النشويات أقصى هو يعتبر نشويات أيها كربوهايدرات مع بروتين اللي هو جبن أو بيض أو اللي هو حسب رغبتها وبعد كذا بيجي اللي هو خضار خيار خاص جزر هذا تقدر تعيش عليه كل اليوم يعني حركات الفول ومفول والسفرات هذه الممدودة مفروض لا مفروض يعني أنا يريد وزير التعليم زي ما طلع ممنوع الشبس يطلع ممنوع السفر أعطيه هذا خطابي إلى وزير التعليم والله أتمنى أتمنى فعلا أنه هو يطلع هذا القرار لأنه هو خاطئ ما ينفع أن نحن نحط هذه السفر ونجلس لأنه مو مكان سفر هذا مكان علم يعني مفروض أن الشخص هنا يبدأ ياخد الأشياء الخاصة له يخلص شغله ويخلص العمل تبعه ويمشي متى يدعوني درسون أنا بفهم يفرشون هالطاولات ما شاء الله والسفر على الأرض أحيانا وبعدين متى يدعوني درسون ما هي دلت لك بين ممكن يعني خمس روح ساعة ما هي مشكلة هذه عادي يعني وفي الآخر ما لش النقل الهدر الغذائي هذا كمان حرام نقل ثقافة سيئة وبعدين ما هي تركوا الباقي فين هيروح هيروح يمى للزبالة يعني وكم يمى للعاملات فبالآخر أنا كمان عملت على أني أنا أنقل كمان ثقافة غلط لا الناس هذولا فبالآخر من الأشياء كلها تعتبر خاطئة المفروض أن كل شخص يكون له أشياء خاصة الآن حتى الجامعات الجامعات الآن صار في عندنا المطاعم وبجميع أنواعها فهذه كمان زادت عند الطلبة عملية الأكل بطريقة خطأ زادت عند المدرسات نفس الشهر طب نصيحة أخيرة يا أستاذة أمل للمدرسات عشان توقف أمام هذه المغريات في المدرسة وكمان حاول أنك في النصيحة يكون فيها شيء تنقنبه غير الشبس غير الشبس غير الشبس خيار الجزر خيار الجزر خيار الجزر نقول لك تخضيب كميات كبيرة زي ما تبقى الشبس ممنوع تماما أي ممنوع طبع ممنوع تماما الحين بالنسبة لموضوع المغريات هو فعلا أنا ما لومهم لأن أحيانا كمان أنت لما تشوف قدامك هالأكل كله أكيد حيغريك أنت نصبا عنك تمدي يدك لكن أنا ما عليش أرجع وأقول هي توازن يعني إذا هي حتاكل في المدرسة معناته هي لما ترجع على البيت لازم تخفف كميات الأكل حقتها وتمشي المشي مهم جدا على أساس أن يساعدهم أنهم يحرقوا الطاقة يالله جايتم حصة بدنية يستمتعون فيها خصائية التغذية العلاجية أستاذة أمال كنانا شكرا لتواجدكم شكرا لكم وشاهدينا هل نطلع فاصل ورجعين